أعربت مصر عن إدانتها لسماح السلطات الإسرائيلية باقتحم جماعات من المتطرفين بحث المسجد الأقصى المبارك وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية محذرة من مغبة هذه التطورات التي تنبؤ بمزيد من الاحتقان والتصعيد على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وفي بيان لوزارة الخارجية أكدت مصر على أن المسجد الأقصى هو وقف إسلامي خالص للمسلمين مشددة على ضرورة وقف أي انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس وكفة مقدساتها وكذلك تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم مطالبا السلطات الإسرائيلية بتحمل مسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي وتدخل الفوري لوقف تلك الممارسات الاستفزازية التي تؤجج مشاعر المسلمين